اشتركوا في القناة بإحالته للتقاعد ونصت المادة الثانية من الأمر الملكي على أنه يعين المستشار عبدالله بن حسن أحمد البعينين رئيسا لمحكمة التمييز بدرجة وزير بحكم المنصب ونائبا لرئيس المجلس الأعلى للقضاء وجاء في المادة الثالثة من الأمر الملكي أنه تعين المستشار معصومة عبدالرسول عيسى وكيلا بمحكمة التمييز وجاء في المادة الأولى من الأمر الملكي رقم 39 بتعين رئيس ونائب رئيس هيئة التشريع والإفتاء القانوني أنه يعين المستشار نواف عبدالله عبدالعزيز حمزة رئيسا لهيئة التشريع والإفتاء القانوني وفي درجة وكيل وزارة كما نصت المادة الثانية على أنه يعين المستشار محمد أحمد علي مقبل نائبا لرئيس هيئة التشريع والإفتاء القانوني في درجة وكيل وزارة مساعد اشتركوا في القناة